السلام عليكم ان شاء الله نقوم اليوم بشرح التحويل بسعر تقديري وهو التحويل رقم ثلاثة تحدثنا قبل ذلك عن التحويل بسعر التكلفة ثم التحويل بسعر السوق والان التحويل بسعر التقديري ايش معنى تقديري ايش معنى السعر التحويل بسعر التقديري ايه تم تقدير سعر اللي بتتحول من قسم لقسم داخل الشركة بسعر تقديري يعني مقدره بما بينهم قدش بتكالي قدش مبلغها يعني خمس تلاف عاش تقديريا يعني وهذا اسمه التقديري طبعا بدناش ندخل في التفاصيل لان ما بهمنا التفاصيل على طون حل طبعا لما سير قبل ما نبدأ لما سير التحويل بسعر التقديري ايه ايه عنصرين اه ايش العنصرين انه ان يكون التحويل بسعر التقديري ولكن ولكن القسم المحول اليه يقوم بالشراء بشراء بضاعة من الخارج يعني البضاعة اللي بتتحوله بتكفهوش فبشتري بروح من الخارج البضاعة عشان يكمل شغله او لا يقوم بالشراء من الخارج طبعا ناخد الافترضين المثال رقم تسعة هو لا يقوم القسم المحول اليه اللي بيحولوله البضاعة اللي بياخد البضاعة ما بشتريش من الخارج بس بستكفي بالبضاعة اللي بتتحول اليه بس بستكفي بالبضاعة اللي بتتحول اليه ناخد مثال على طول عشان يضح يضح المقال بصم الف وبا وبيان اه بضعته المدة بسعر التكلفة هيها بسعر بضعته المدة بسعر تقديري ما بهمناش سعر التكلفة تلحموش حالكو كتير مهم بضعته المدة بضعته المدة بس للقسم الف وبيان وبا مخصص اربا غير محققة خلناه قابل هيك في المثال السابق وحنا قلنا هادا المخصص القديم اسمه اللي بعملوه بكون عاملينه زمان مخصص اربا غير محققة كام اربعة الاف مشتريات ها لا الف فش با لانه هي لا يقوم بشراء بضاعة من الخارج ها اداك لا يقوم في الشراء ما اشتراش با هذا القسم المحول اليه با اللي هو تمتحول من الف الى با هذا القسم محوليه لا يقوم بشراء من خارج فش مش لا سفر مشترياته لكن في اي قسم الف اشترى طيب مبيعات هذا وهذا موجود خاصة مسموحة به هاي خاصة مكتسب تحولات من الف الى با بسعر تقديري مش مشكلة السعر مهم تحولات من الف الى با اهم شيء هادا تمام بضاعة اخر مدة لا الف وبضاعة اخر مدة لا با تمام هنا از علمت انه ان القسم با اللي هو المحول اليه اللي بحولوله بضاعة لانه هي تمتحول من الف الى با الف البحول وبا محول اليه يعني بياخد تمام قسم با لا يقوم بشراء بضاعة من الخارج بشتريش خالص بضاعة تمام تقدر البضاعة ها بسعر تقديري قاف زائد تا خمسة عشرين في المية او قاف يسوي تا خمسة ايش معنى قاف تا قاف يعني تقديري تا يعني التكلفة يعني السعر التقدير او التكلفة التقدرية زائد خمسة عشرين في المية بقدره هما قديس سعره التقديري التكلفة تقداش في الاصل مثلا في الاصل الف دينار متين دينار ايش ما يكلف زائد خمسة عشرين في المية زائد 25% عليه زيادة اذا علمت ان المطلوب تصوير حساب المتاجعة لفترة منتهية حساب مخصص ارباع غير محققة هذا ما بدناش اياه مخصص ارباع غير محققة غير على الحساب احنا بدنا بس اهم شيء حساب متاجرة ارباح وخسائر مجزأ ومزانية عمية هدول فقط بدنا اياه مثال الحل زي ما تعودنا في الامثلة السابقة هذا فيش في مشكلة حساب المتاجرة هاي بناخد بدعت اول مدة بدعت اخر المدة بدعت اول مدة بدعت اخر المدة هاي تمام مشتريات مبيعات مشتريات مبيعات تمام خصم اسموخ بي خصم مكتسب هاي نبدأ هاي البدعت اول مدة سبع تلاف ومتين بضعت اول مدة لالف و لبا هاي لالف هاي لبا طب بضعت اخر المدة هاي لالف و لبا لالف و لبا هاي لالف هاي لالف و لبا تمام مشتريات هاي المشتريات هاي لالف خاصم مسموع به له مدين دائما خاصم مسموع به مدين خاصم مسموع به في الحل خاصم مكتسب خاصم مكتسب لألف ولباهي خاصم مكتسب خاصم مكتسب تمام هنا متاجرة نبدأ نجمع طبعا هنا بدنا نعمل قسم محول المحول إليه قسم المحول للمحول إليه تمام نبدأ سعر التقديري التكلفة زائد هذا قانون طبعا قانون قبل هذا قسم المحول إليه قسم محول بدنا نكتب القيدة التحويل من حساب من حساب ومش مكتوب هنا قريبا مش مكتوب لكن هو الآن دربنا عليه فيما سبق هاي قسم حول من ولوين هاي تحويلات من ألف إلى با من الأخذ ومن الأعطى ألف أعطى لبا ألف أعطى لبا يقبأ ألف أعطى وبا أخذ واللي بياخد بزيد مدين واللي بيعطي دائم بينقص هاي با زاد يقبأ مدينة هاي المدينة هاد هاد جنب المدينة طبعا هاد الجنب هاد من هنا هو اسم المدين من تحولات با إلى تحولات ألف هاي دائم هاي ألف ها يقدامه تحولات ألف وهي با تحولات با تمام نجمع هذا الف مع الف تمام نشوف النيات الاكبر هذا 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 او هذا نيطلع اكبر طبعا هذا اكبر هيا طلع 47000 نحطه في الجنبين 47000 47000 ناقص هدول اللي ال 30 و 2500 وال الف بطلع 8500 طيب نجمع هذا ونجمع هذا من غير التحولات طبعا تحولات بتجمعش هذا مع هذا طبعا التحولات فانا نجدعو فيه هذا مع هذا اجمع هذا كل هيتو او كله اجمع هذا كله هيتو وانيات الاكبر هذا 26000 الجنبين هذا اكبر هذا بطلع اكبر من هذا 26000 ناقص 15 ناقص بطلع تمن تلاف تمن تلاف اذا مجمل الربح مجمل الربح بطلع اربعة تلاف وتمن تلاف خمسمية تمن تلاف للقسم الف وبان اللي هو هذا نتيجة تنقيس هذا من هذا وتنقيس هذا من هذا بطلع هذا تمام الاكبر في الجنبين قلنا لك اتنين بطلع هذا اكبر من هذا وهذا اكبر من هذا اذا الفرق هذا تمام تمام سعر التقدير الان خلصنا نجمعنا طلعنا مجمل الربح هذا وين بده روح مجمل الربح بده روح الاربع وخسر مجزل بدنا نسويه الان دولا بخسر مجزل بنسويه الان ان شاء الله اولا الان بدنا نعرف ها بالنسبة في المثال هذا لا يقوم بالشراء من الخارج هاي القانون سعر التقدير بساوي التاء زائد نسبة الربح التاء يعني التكلفة تاء يعني دائما تكلفة اي شيء يا شباب ويا بنات تكلفة اي الشيء مية في المية دائما تكلفة اي الشيء مية في المية صحيح هاي قلم هاي القلم هاي القلم قلم هذا بشكل فما لو بده اربح ببيقى بشكل ونص اذا التكلفته مية في المية علي بشكل زائد نسبة ربحه نسبة ربحه خمسة عشرين في المية عشر في المية عشر في المية عشر في المية تدني حسن ما اجيب لك في المسال هو اجيب لك كيو ها نسبة خمسة عشر في تاء زائد نسبة خمسة عشرين في المية اذا السعر التقديري مساوي والتاة زائد نسبة الربح. تكلفة مية في المية زائد نسبة اذا 125 في المية. الان سعر تقديري لو مية تكلفة زائد 25 في جيهة. مية 25 في المية. تمام? الاحين الربح غير محقق. ولا ولا جسم بربح من الثاني. اسمه ربح غير محقق. لا يخطوش. اسمه انت بتبيع بتحول الجسم المحول اليه لكن بتربحش منه. لانه داخل الشركة. تمام? بدنا نجسم الآن بنقول نسبة الربح اللي هي هادي على على سعر التحويل نسبة الربح على السعر التحويل بطلع عشرين في المية اللي هو نسبة الربح غير المحققة نسبة الربح غير المحققة عشرين في المية فقط اللي هو نسبة الربح على سعر التحويل تطلع عشرين في المية اذا الربح غير المحقق الربح المحقق عليه بضاعة اخر المدة للقسم المحول اليها اسمها اكتبوا عليها بضاعة اخر المدة للقسم المحول اليه ضرب نسبة الربح غير المحقق بضاعة اخر المدة ها الربح المحقق بساوي بضاعة اخر المدة ضرب نسبة الربح غير محقق ايه هي نسبة الربح. من هذا. ايه. ايه نسبة الربح غير محقق ايه. وايش? وين بضعة اخر مدة? ايه. ايه بضعة اخر مدة قسم المحاول ايه? ايه? ايه. ربعة تلف خمسمية. القسم المحول اليه? اي اربعة تلف خمسمية. ضرب نسبة الربح. بطلع مخصص الجديد الجديد هذا اسمه اسف بطلع تسعمائة دنار الربع غير محقق بطلع تسعمائة دنار الان بنقول الجديد نقص القديم المخصص الجديد قديش طلع عنا هيو تسعمائة اللي احنا طلعناها طب القديم الاربعمائة من وين نطلع على المثال هيو هي ارباح غير محققة قديم قديم واحدة اتناعش قديم عن اخر السنة قديم هي اربعمائة دنار هي تسعمائة اللي طلعناها ماقص اربعمائة خمسمائة بننا نعمل في قيد نقول من هساك ارباح وخسائر مجزة الى مخصص ارباح غير محققة ودائما مخصص ارباح غير محققة بروح لوين لارباح وخسائر بنحط فارباح وخسائر طبعا هنا هخلي بالكو خمسمية ماقص اربعمائة بطلع بالموجب خمسمائة مش بالسالب تسعمائة ناقص 400 اذا بطلع اتناع تسعمائة بالموجب ما طلعش بالسالب لانه هذا اكبر من هذا الجديد اكبر من قديم طلع نسعمائة اذا قال بدكون من ارباح وخسائر الى مخصص طب rotation طب لو طلع بالسالب لو اربعمائة هنا وتسعمائة هنا مكانها طلع بالسالب بدك تعكس القيدة تقول مين حصاب المخصص تجيب هدا هنا الى اربع وخصر مجزأ هدا تجيبه هنا تعكس القيدة لكن هنا موجب هدا اكبر من هذا يعني الجديد اكبر من القديم في موجب يعني جديد بخط القديم بزيد خمسمية الجديد بخط الاربعمية وبزيد النا خمسمية هدا من اربع وخصر الى مخصص يلا هدا وديه اربع على طول ها هيو الى مخصص اربع غير محققة للقسم با خلي بالكم دائما احنا بنشتغل للقسم با الف من العبش فيه خالص دائما القسم البا المحول اليه هدا مخصص القسم با المحول اليه نو خمسمية هادي مجمل الربح من وين جاي مجمل الربح هدا من وين جاي من حساب اكتب انكسين حساب المتاجرة المجزأ من حساب المتاجر مجزأ هدول المبلغ وين انها هيو ها اطلع على حساب المتاجر مجزأ هيو هايو تمن تلف خمس مئة تمن تلعين مجمل الربح هيو وين بده روح هيو كتب لك حساب المتاجرة اربع خسائر مجزأ هي اربع خسائر مجزأ هيو تمام خلصنا طيب هنا باش بده هو بده هنا بقول لك الميزانية العمومية بده ايش تزر بس في الميزانية العمومية بس بده البضاعة اخر مدة للقسم الف وباء القسم الف قدش بضعت اخر مدة ارجع للمسال هاي بضاعة اخر المدة القسم الف هاي هاي تلات تلاف طب القسم باء اربعة تلاف خمسمية خلص موجود عن هاي تلات تلاف اربعة ما قص هنا بدك تنقص المخصص اللي طلع عنا اللي هو تسعمية اسحى واحد يروح ونقس لخمسمية والاربعمية لا يجوز هدا اللي حسبناه احنا وما يخص السنة تسعمية هاي هاي اربعة تلاف خمسمية ناقص ستعمية بطلع تلات تلافزة هادة بتنقصوا من هادة اربعة تلاف خمسمية اربعة تلاف خمسمية ناقص ستعمية تلات تلاف ستمية هاي ازا مجموعة الكل ومجموعة بداخل مدة بالصافي ستة تلاف ستمية تلات تلاف زي تلات تلاف ستمية تمام هادة بالنسبة للمسال ان شاء الله هنشرح رقم با في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هو التحويل بسعر تقديري مع قيام القسم حول بشراء من الخارج يعني هنا في بضاعة مشترى وفي محول التنتين هنا فيش مشترى في المسال اللي قبل لا يقوم بالشراء هنا يقوم يعني بتحوله بضاعة ويشتري من الخارج ماشي السلام عليكم ان شاء الله نلتقي في الفيديو القادم